اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لذلك حبيت باش نتحدث في هذا الموضوع بناء ان الشي اللي راكم تشوفو فيه رأي العين يعني رايح ننقلكم كيفاش كان الرئيس الراحل هواري بومدين وكيفاش راهو هذا القيد صالح وبطبيعة الحال كل انسان راهو رايح يخدم العقل انتاعه وفيما بعد راهو رايح هو يدير الاحكام اولا الشي اللي نتحدث عليه هواري بومدين شكون هذا هواري بومدين كيفاش هو وصلي على جل باش اصبح قائد انتاع الاركان انتاع الجيش في الجزائر في المقابل شكون هو هذي القيد صالح وكيفاش حتى هو وصلي وصار قائد الاركان ونائب التاع الوزير الدفاع الوطني في الجزائر باش فيما بعد انتو ما تبنيوا القناعات انتاعكم هواري بومدين الاسم انتاعه اه الحقيقي هو محمد بو خربة من ظواحي انتاع قلمة اه معروف النسب انتاعه يعني الناس يعرفوا باباه يعرفوا مو يعرفوا الزوج انتاعه قال رها انيسا بومدين يعرفوه الناس بلي مخلاش الولاد يعرفوه الناس بلي مخلاش املاك مخلاش عقارات مخلاش فيلات يعرفوه الناس بلي درسوا رحها للقاهرة ودرس في الازهر يعرفوه الناس كيفا التحق بالصفوف انتاع جيش التحرير وكيفاش جاب السلاح ودخل للجزائر الى غير ذلك من المسائل يال ترى نفس هذه الاشياء تعرفوها الجي صالة اشكون اللي يعرف باباه اشكون اللي يعرف اممو اشكون اللي يعرف الاولاد انتاعو اشكون اللي يعرف الجامعة اللي دراس فيها اشكون اللي يعرف المؤهلات انتاعو الى غير ذلك بومدين كيفش هو وصل للقيادة انتهى الأركان وصل من خلال هو أنه التحق بالصفوف انتهى الجيش مثله مثل باقي الجزائريين وتدرج في النظال وتدرج في المسئوليات كان في المنطقة الخامسة كان مع العربي بن مهيدي هذا في المقابل للقايد صالح وين كان في جيش التحرير وش هي الرتبة اللي كانت عنده في الجيش التحرير اللي اليوم رأى من ناس حابين يحطوه باللي راه هو محرر متاع الجزائر وقائد النهضة في الجزائر وش كان هذا القايد صالح لما كان العربي بن مهيدي حي اللي هو واحد من المفجرين متاع الثورة هواري بومدين كان معاه باش ميجيش واحد يخدعكم ويجي واحد يظللكم ويجي واحد يحط من انه اراه بومدين اراه من الخوانة ومن الناس اللي اراه مذركهما جبوا ضباط فرنسا وإلى غري ذلك ونجيوا للمسألة هذه انتع ضباط فرنسا ونجيوا لها كان في المنطقة الخامسة هذه في الغرب الجزائري كان مع الشهيد العربي بن مهيدي وكان معه مجموعة من الرفقة انتعوا في الجيش تاعد تحرير وقعد يناظل الى غاية الوفاة انتعوا كذا شو وصل للقيادة انتعى الاركان صارت هناك سراعات داخل الجيش تاعد تحرير والحمد لله راها كينا الكثير من الشهادات موثقة سواء بالصوت وبالصورة او من خلال الكتابات يكفي هو انه الانسان يقرأ شهاد انتع لي كافي واش قال علاه هو ري بومدين ويكفي هو انه يقرأ الانسان انتع شهاد انتع طهر سبيري اللي هو كان واحد من الاعداء انتعه وكان ايضا من الناس اللي يحبوه باش يديروا الانقلاب وفشل شوفوش يكتب عليه طهر سبيري واش قال عليه في النهاية انتع الحياة انتعو واش قال طهر سبيري اللي هو كان من ألذ الأعداء انتاع هواري بومدين بعد الانقلاب هذاك شوفوش قال عليه كيفش وصل هذا هواري بومدين وصار هو في القيادة انتاع الأركان صارت هناك سراعات بين هذو الناس اللي كانوا في القيادة من بينهم كريم بالقاسم وفيما بعد هما لما شافوه إنسان منذ بط وشافوه باللي إنسان قادر على التسيير فيما بعد هما اختاروه على جلبه يكون القائد انتاع الأركان واستطاع هو أنه يوحد الجيش الجزائري واستطاع هو أنه يفرض سياسا انتاع الانضباط داخل الجيش إذن هو ما اختاروه اختاروه هواري بومدين وصار هو فيما بعد القائد انتاع الأركان ما دارش انقلاب وصار هو قائد الأركان هذا القائد صالح شكون هو اللي وصله القيادة للأركان شكون اللي وصله وصله الجنرال توفيق هو اللي حطه في القيادة انتاع الأركان ويكفي دليل هو أنه كان مع الانقلاب انتاع 92 وكان من المشاركين في الحرب اللي دارت في الجزائر ومن المساهمين في القتل والتشريد انتاع الآلاف من العائلات هذا الناس اللي الآن راهم يتحدثوا على بومدين ويقولوا من أنه قتل وقتل 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 ويقولوا من أنه هوري بومدين هو اللي قتل شعباني وهو اللي جاب الضباط تاع فرنسا الناس اللي يحبين هما يلسقوا هذه التهمة انتاع الضباط فرنسا هما الحركة بالذات لماذا؟ لأنه قضية انتاع الضباط فرنسا ما بداتش لما جاب بومدين قضية انتاع فرنسا ره من 1830 والكثير من الضباط اللي كانوا هما موجودين في الجيش الفرنسي بابتداءا من الحفيد انتاع الأمير عبدالقادر ابتداءا من الحفيد انتاع الأمير عبدالقادر اللي هو كان برطب انتاع ناقيب في الجيش الفرنسي واللي كان هو واحد من الناس اللي داروهم على رأس انتاع نجم شمال إفريقيا الأمير خالد وكثير من الضباط اللي كانوا هما موجودين في الجيش الفرنسي كانوا هما فيما بعد موجودين في الجزائر ويكفي هو انه نذكره فقط بالمسألة انتع الجيش انتع الزوف اللي راه مسألة تاريخية راه كل الناس اللي درسوا التاريخ واللي عايشوا المرحلة هذه انتع الاستعمار يعرفوا هذه المسألة فيما بعد جات هذا المصطلح انتع الحركة ويكفي دليل هو انه هذا الضباط اللي جاو جاو ودخلوا للجيش التعالي تحرير منين جاو جاو بومدين هو راه رئيس الاركان جاو في وقت وين انه كان كريم بالقاسم هو القائد انتها الاركان ويكفي دليل هو انه وش اسمه محمد هذاك حربي اللي راه عنده كتاب وراه يذكر في الكتاب انتعه كيفاش فتحوا مكتب في المانيا اللي قتل فيها كريم بالقاسم مكتب في المانيا اللي كانوا يستقبل في هذوك الضباط اللي هما منهم اللي فر من الجيش الفرنسي ومنهم اللي هو بتعيثها للقيام بمهمة وجاو عن طريق المانيا تحت القيادة انتاع كريم بالقاسم باش ميجيوش خدعوكم يجيو مباشرة يلسطولكم هذين تاع نزار والعربي بالخير وكذا يلسقون في بومدين بومدين لما كان رئيس هذا نزار وهذا العربي بالخير ما كانواش موجودين في القيادة نهائيا هذا وراهم جوا في وقت الشاذلي وهذا القايد صالح إذا كان بومدين كان هو الرئيس القايد صالح كان القرصون انتاع نزار وكان القرصون انتاع العربي بالخير وكان القرصون انتاع الجنرال توفيق وكان القرصون انتاع عباس وغزيل وكان القرصون انتاع الكثير من الضباط انتاع الجيش الفرنسي باش ميجيوش يخدعوكم ويجيو يحشو لكم بالوطنية المغشوشة يلصقو في بومدين في التهمة نتاع اغتيال شعباني بومدين هو اللي كان الرئيس ولا كان بن بلا ناخذوه نفس الشي ذرك هذا القائد صالح هو الرئيس ولا بوتفليقة اذا كان الرئيس هو بن بلا المفترض هو انه هذه المسألة تنسب البن بلا لا تنسب البومدين علاشه ما يخليه بن بلا وينسبوها البومدين اللي هو كان قائد الاركان اذا اما لا بهذا المنطق احنا ننسبو كل اغتيالات اللي حدثت والقايد صالح هو قائد الاركان ننسبوها له ابتداء من الاغتيالات السياسية اللي حدثت في الجزائر وان كان القايد صالح لما قتل حشاني وان كان القايد صالح لما قتل بوظياث هو واحد من المفجرين وين كان القايد صالح؟ الكثير من المجاهدين الكثير من الابناء انتاع المجاهدين والكثير من ابناء الشهداء بل الكثير من الناس اللي كانوا في جيش تحرير تم الاغتيال تاهم اثناء هذه العشرية السوداء اللي مرت بالجزائر والقايد صالح حبينا الان يضعوا هنا من انه راه انسان واحد من الوطنيين اللي ما نش عارف كذا وبو مدين خائن وبو مدين كذا وبو مدين كذا نجيوا للمسألة انتاع الكفاءات الوطنية بو مدين رحمه الله هو اللي دار الجامعات بو مدين رحمه الله هو اللي اعطى الفرصة للطلبة وراها الان موجودة تسجيلات بامكان كل جزائري وجزائرية هو انه شوفوا في الموقع انتاع اليوتيوب ويشوفوا المستوى وشوفوا الوزراء اللي كانوا في الاهد انتاع بو مدين كيفاش يتحدثوا اللغة وكيفاش يتقنوها ويشوفوا في المقابل الوزراء انتاعوا الان في اهد القايد صالح ابتداء من سلال البن غبريط للوسمو هذك اللي كان وزير التربية في وقت سابق هذاك بن بو زيد للوسمو يزيد زرهوني الى غير ذلك من العققن اللي المخير فيهم ما يعرفش يجيب عبارتين دون اخطاء الكفاءات في وقت بو مدين كانت المدرسة تعيش بال الثورة اللي الان منهم اللي رحم صاروا قادة شكون اللي كونهم كونهم القايد صالح كثير من الجامعات اسست وقت بو مدين والكثير من المدارس ومن الثانويات ومن المؤسسات العليا اللي كانت تستقطب حتى اه كفاءات من الخارج كانوا يجيوا اخوة من الدول العربية ويجيوا من بعض دول الافريقية كفاءات كانوا يجيوا يدرسوا في الجزائر واللي منهم حتى صاروا حتى رؤساء كانوا يدرسوا في الجزائر سواء في الثكن انتها شرشال او في مؤسسات مثل انتها الحجار وغيرها من المؤسسات والله في الجامعات في المقابل نشوفوا الكفاءات التي همشت اثناء هذا القيد صالح هذا ومن معه من المطبيلين ومن المظمرين ارى نشوفوا الان كفاءات يخرجوا فيهم في سن انتها الاربعينات وهو راهوا الان على المشار في انتها ثمانين سنة هو والناس اللي معاه وكفاءات يخرجوا فيهم في الاربعينات من عمرهم خرجوا فيهم للتقاعد وخرجوا فيهم لكذا نشوفوا بومدين والفساد ونشوفوا القيد صالح والفساد ونقارنوا بومدين رحمه الله مت شكون فيكم يورينا الوزنوات اللي امتلكهم بومدين ويورينا الفساد اللي داروا بومدين رحوا يشوفوا عنابة اسألوا على القيد صالح وعلى ولاده وعلى نسابه رحوا يسألوا نجيوا للمسألان تاع القضايا تاع التحرر هواري بومدين كان يدعم في القضية الفلسطينية كان يدعم في دول في افريقيا في القضية تاع التحرر كان يدعم فيهم قولا وفعلا وكان يكون في كفاءات في الجزائر وكان يدعم في القضايا تاع التحرر حتى تعلو اسم الدول اللي كانت محتلة من طرف امريكا فيما القيد صالح راحو يدعم في الشعوب العربية راح يدعم في الناس في سوريا راح يدعم في الناس اللى يضطهادون فى مصر شوفوا فى المقابل هıpاري بومدينولقضية الفلسطينية هباري بومدين كان يمد فى الش هيكات للقضية الفلسطينية وكان يكون فى كفاءات فى الثكنan� téش أرشال وكان يدعم فى القضية فلسطينية وكان الشعار أمتاعه نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة القيد صالح وهو في قيادة الأركان ضرب الشعب الجزائري لما خرجي الظاهر في الجزائر العاصمة ضربوه بالهروات وبالغازات نجيوا للمسألة المصونية في وقت هواري بومدين كانوا يسمع بهذه الأندية الرطاري وغيرها من الأندية التي تشتغل مع المصونية شوفوا في المقابل في وقت القيد صالح هذو اللي اليوم رحم حبين يقلبوا هذا القيد صالح شخصية من الشخصيات الكبيرة والآن منكم اللي رحموا يتحدث على بوتفليقة يعني ترى لما كان الرئيس هوري بومدين كان بوتفليقة كان رئيس ها اللي لآن رحموا هما حبين يقولوا باللي بومدين هو اللي دار بوتفليقة حقيقة هو انه بومدين دار بوتفليقة داره في وزارة الخارجية لكن السياسة الخارجية كان يديرها بومدين بومدين هو اللي كان يتحكم في السياسة الخارجية وبوتفليقة كان عبارة عن واجهة لأنه عارفوا باللي التفكير انتاعه كان هو مستعمل لمخاطبة الفرنسيس ومخاطبة الغرب كان حطه هو في الواجهة لكن هو كان يشتغل في الداخل كان يبني في المؤسسات ويبني في الجامعات ويبني في المدارس ويبني في الثانويات ويبني في الشركات ويبني في المصانع ويبني في الجيش ويبني في الثكانات ويبني في المساجد ويبني في الطرقات وكان يبني ويبني ويبني فيما القايد صالح وبوتفليقة القايد صالح يسند في بوتفليقة وهو معاق على كرسي متحرك الرأس تعمل ومش يخدم يسندوا في القايد صالح ويقرأوا له في الأعذار وفي نفس الوقت قاعدين يسبوا في بومدين يسبوا في هواري بومدين لازمكم تتوقفوا من هذا التبلعات وتبركوا من الكذبن تاعكم وتبركوا من التبلعات تاعكم وتبركوا من تسويق الوطنية المغشوشة هذه اللي ركم تصدروا فيها وتخدعوا في الشباب وتخدعوا في الناس اللي رغم مع الأسف الشديد ما عندهمش ثقافة وما عندهمش معلومات في هذه المسائل هواري بومدين كان يحفظ القرآن الكريم هواري بومدين كان يتكلم في اللغة العربية الفصيحة ما كانوش يكتبوله في الورق هواري بومدين كان يمتلك إرادة فولاذية كان هو صاحب القرار بركاوما تخدعوا في الشباب بالوطنية المغشوشة تحياتي لكل شرفاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر